الشيخنا في سؤالها الثاني تقول أنها كانت تختم القرآن الكريم أكثر من مرة في رمضانات ماضية لكن سمعت حديثا لأحد الوعاظ يقول أن الأفضل أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم ويتأمل في آياته ويتدبر وأيرضا يرجع إلى بعض كتب التفسير فتقول قمت بهذا الفعل وانتهى رمضان وأنا لم أختم القرآن الكريم فأيهما أفضل أن أقرأ قراءة تدبرية وأعود فيها إلى كتب التفسير أم أن أقوم بقراءة القرآن وأختمه أكثر من مرة والله الذي يظهر لإن كانت قادرة على أن تحص رمضان بالتلاوة المتتابعة وتحصل على ختمة أو ختمتين أو ثلاث ختمات أو نحو ذلك فهذا فيه فضل عظيم وتلاوة القرآن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قال النتالي القرآن له بكل حرف عشر حسنات وقال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالجميع بثلاثين حسنة أبس قالت ألف لام ميم ثلاثين حسنة فكيف ما شاء الله بما تذكره جزو جزويه ثلاثة أجزة أقل أكثر فهذا في الواقع على كل حال ما في الشكل هذا إن شاء الله فيه فضل عظيم وفيه أجر عظيم ولعلها كذلك ما تبخل على نفسها بتدبر كتاب الله فكتاب الله ما جاء لمجرد التلاوة فقط مجرد التلاوة وللتدبر والتعمل ومعرفة ما في كتاب الله من عظة وعبرة وأمر وناهي ووعد ووعيد وترغيب وترغيب ودلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك فالحاصل إن شاء الله تستطيع أن تجمع بين الأمرين ترجمة نانسي قنقر